السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم عودة على آخر الأخبار بعد الإيقافات الأخيرة المزلزلة اليوم أنيبة العمومية تصدر كل حسب معناها مرجع النظرة ترابي متاعه أصدرت مذكرات تفتيش لشكون وعليش لعقارات ومنازل تابعة لكل من خيم التركي كمال الطيف عبد الحميدة جلاسي والقضيين المافيين بشير العكرمي والطيب راشد حسب ما جاء في قناة التاسعة دونك هيدا أول إجراء أول قرار خذيتو أنيبة العمومية في حق الموقوفين في الساعات الأخيرة بالتالي معناها مذكرة تفتيش لعقارات ومنازل تابعة لكل من خيم التركي كمال الطيف عبد الحميدة جلاسي زوز قوضات المافيين بارح بشير العكرمي وطيب راشد البرح دارت هك على الفيسبوك قائمة طويلة عريضة قال لك شنو هذك ممتلكات يعني كمال الطيف وهذك القائمة هذك ما هيش صحيحة دونك هنيبة العمومية عاملة مذكرة التفتيش اليوم بش تعرف شنوه ممتلكات كل اسم اللي قلتهم هذو ما وتتفكروا رئيس الجمهورية وقت الحكاية على قاضي عنده ممتلكات كبيرة وعنده فلوس وعنده عقارات وعنده معنها حسابة بنكية واموال طائلة وقال وقته انه اي قاضي مع احتراماتنا للقضاء رأوا ما ينجمشي كوان الثروة هذيك معنى الى درجة انه ما ينجمشي يعمل الثروة هذيك مش معنى يعمل دار ولا كرهبة ولا فيلا معنىها عقارات وممتلكات رهيبة وهذا يخلي يطرح السؤال من اين لك هذا هالاموال الكل منين وبالتالي اليوم بدينا نشوفه على ارض الواقع في هكلكلمين باش ما نقعدوش نقوله كلم 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 كل مره يقول كلم كل مره يقول كلم هاو قالو هاو عملو هاو ملكو هاو سرقو هاو اخذي ورشوة هاو طالعشو ممتلكات غير مشروع اليوم فم اجراء على ارض الواقع اللي هو مذكرة تفتيش على ممتلكات حقارات ومنازل وكل شيء كل ما يملكوه نرجع لكميل طيف قلت البارح فما هكا تدوينة على بعض الصفحات رأي ما هيش صحيحة ديك على خاطر ليستة طويلة عريضة حاتيم فيها كل شيء مهم حتى منشآت عمومية كما بعض المستشفيتة وبربي مستشفى عمومي معناها بشيكون ملك كاميل طيف معناها شوية احترام للعقل البشري وكل شيء مش هكيكة جيل ممتلكات معناها ليستة على اساس هو عرضهم في الشارع معناها بشيقول والله هاي ممتلكاتي ولا واحد يعرف ممتلكاتهم كل ولا لسانسيال نحب نقول اللي هذي كاساعة غالطة وتو الممتلكات تخرج بعد الإجرام تعنياب العمومية ممتلكات صحيحة اللي مقيد باسمه الحاجات الموجودة باسمه به للإشارة فإنه كاميل الطيف وخيم التركي وعبد الحميد جلاسي تم الاحتفاظ بيهم من أجل شبوهي التكوين وفاق بغاية تآمر على أمن الدولة شنو وهل بي في قضية هو عشاء عملوا خيم التركي في المنزل متاعه واستدعالوا عدة أطراف بما فيه كاميل الطيف وجلاسي وكل به شنو الحكاية هذية أحكي وهما أنه مش عجبهم الرئيس كيفاش يبدلوا رئيس الجمهورية كيفاش إلى غير ذلك وكان رئيس الجمهورية برشا مرات في ختابات ووقت أحكي على جلسات في الغرف المظلمة وفي الغرف وما نعرف شنو ولقاءات لتغييرات الدولة للإطاحة برئيس الجمهورية وكل حكاية لكل قالهم رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة يبدو أنه الرئيس كان على علم بأنه فما مخططات في الغرف المظلمة فما اجتماعات وكل شيء به نحب نقول لهنا أنه فما انقسان في الرأي أولا يقول لك أنه اجتماع ناس تجتمع بيش تحكي في السياسة هذي ما عنده حتى مشكلة وما حتى إذا كان هما ضد الرئيس نحي قيسة سعيدة على شيرة معنى ضد الرئيس ولا يقعدوا يحكيوا فهذا ما هوش جرم يعني كما نقول هذا رأي بعض الحقوقيين كما الحقوقية نزيها رجيبة أمزياد اللي كتبت بأنه انهم يجتمعوا مجموعة من الأشخاص من المواطنين يحكيوا في شأن العام في شأن السياسي يقولوا حتى الرئيس مش عاجبهم كيفش المرحلة تصوراتهم للمرحلة القادمة يقول هذي كله عادي معنى هلويش جريمة تونك ما فاميش عنف وما فاميش مثل مخططات كما نقوله إرهابية ولا معنىش أي حاجة معنىها غير عادية هما اجتمعوا على العشاء وحكيوا في شأن العام هذا عادي ويصير معنىها برتو تقول حاجة أخرى بأنه حتى لو هما حكيوا على إزالة قيسة سعيد تقول بأنه مسألة إزالة قيسة سعيد ما تروحها على السوشال ميديا ما تروحها في وسائل الأعلام سياسيين اليوم يحكيوا على مرحلة مبعات قيسة سعيد على إسقاط قيسة سعيد بيانات تخرج لإسقاط قيسة سعيد بيانات تخرج من عرش معنى كما نقوله متداول عموما هذا من جهة أخرى بش نكونوا زادة ننقلوا وجهة النظر الثانية هو أنه يقول لك قيسة سعيد على المسار الصحيح في اتجاه المحاسبة الكلمة اللي كان يحكي فيه وحنا ماناش فاهمينه ووقتها ولا نقول وشو والكلمة ذي وشو والاجتماعات وكل اليوم على أرض الواقعة بدينا معناها نحسوا أنه فما إجراءات وخاصة كي تبدأ معتمدة ومستندة على القانون بشكل يعني به خليني فيما تبقى من وقت نعطيكم بعض الأراء والقراءات الأخرى لازهر العكرمي محامي هو أحكي كيف تم إيقاف منوبه خيم التركي نهار السبت اللي فات وقال أنه اعتقال التركي وغيره من الوجوه ذكره بالقربين اللي كانت تقدم للإلهة الجائعة في مصر القديمة كي لا يفيذ النيل وقال أنه قيسة سعيد نظام القاعدة أراد التغطية على غلال الأسعار وفقدين المواد الأساسية يخلي الشعب يفرح من خلال ذبح قرابين في إشارة للإيقافات هذه وقال العكرمي أنه خيم التركي من حقه أنه ميرس السياسة في تونس مدام ما رفعش السلاح وما تأمرش على أمن أو على الدولة وقال بأنه ما أقلق قيسة سعيد هو سعيد التركي لتوحيد كل الحساسيات السياسية من أجل إسقاط الشعبوية وإعادة المؤسسة الديمقراطية وأنهاء الفوضى والعبث يبدو أنه الاجتماعات كانت معناها اجتماعات عندها أهدف واضحة ومدام شو الكامل طيف وطعرف كامل طيف وشنون النفوذ متاعه على مستوى الحكومات والتعينة وغيرها من جهته المحامي ساميرا ديل وقال أنه الإيقافة الأخيرة تمت بأمر مباشر من رئيس الجمهورية قائس سعيد قال من رئيس الجمهورية قائس سعيد شخصيا وقال بأنه سعيد أعطى تعليمات متلفزة وعلنية لوزيرة العدل لإيقاف المجموعة هذوما وقال أنه كل من يعارضه يعني يقصد على قائس سعيد أصبح متأمرا على أمن الدولة حسب سامير ديلو وقال بأنه هيئة الدفاع على النشطة السيسي عبد الحميد جلاسي ما عندها حتى علم للآن بالتهم اللي تمت على أساس عملية الإيقاف وقال بأنه لجين الدفاع عن بقية الموقوفين الأخرين بش يزور المناوبين امتاحهم اليوم في مراكز الإيقاف ويتطلعوا على ملفات القضايا امتاحهم وكل شيء واتوقع أنه الإيقافات هذه مش لخرانية فم إيقافات أخرى وقال أنه المحاسبة لا تتم بالحملات الفيسبوكية وخطب رئيس وإنما بتطبيق القانون واحترام الضمانات القانونية ترجمة نانسي قنقر